نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية هذا ومن المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين حيث يجرى الإعداد لجداول الامتحانات تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية